السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة. هنعمل مع بعض السمك المكاريلا او السمك التونة. هنعملوا النهاردة في البرتمون. بصوا بقى طريقة سهلة جدا ولزيزة جدا جدا. وطعم السمك فعلا تحفه. بص الطبق الجميل ده. فاقل من نص ساعة جهزته. ما شاء الله بالشكل الجميل ده باخدش مني وقت خالص ولا في التسوية ولا في التحضير ولا اي حاجة خالص. يلا بنا بقى نصلى على النبي عليه افضل صلاة والسلام. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك فيها يلا فعلي الجرس يوصلك كل جديد بنزله على القناة وما تنسينيش باللايك. مع انا اول حاجة سمكتين مكاريلا او تونة. جبتهم غسلتهم كويس جدا من برة ومن جوة. وبعد كده حطتهم في المصفى عشان يصفوا معي تماما. مش عايزة فيه مية. تمام? بعد كده بقى هبدأ نقطعه. هقطعه كده على شكل الجزل كده زي ما انت شايفه. على قد البرطمان بتاعي. وحطهم في الطبق. وهسيبهم باعلجة مش هعمل حاجة تانية فيهم. ولا حط ملح ولا اي حاجة الوقت. هجيب بقى الفلفل. فلفل الوان او فلفل اخضر. عادي خالص. هخصله كويس جدا. عشان ايه? هنبدأ بقى طعم مع بعض ترنشاط او مكعبات عادي. الاتنين واحد. والنهاردة هنتكلم مع بعض في حاجة مهمة جدا. عشان ناس كتيرة او قلقانة بموضوع البرطمانات. تقول لي هي مش الفرقة عملك في الفرن. وكمان لما بتسوي فيها حاجة وتيجي تحطيها على الرخام مش الفرقة عملك. مش بيحصل فيها اي حاجة. انت يلاقيش من اي حاجة خالص. كل حاجة هتكلم عليها في وقتها. خليك معي وحي ماشيين مع بعضي كده في الفيديو. وهقولك على كل الخطوات والتركات ان شاء الله هتعملي شوية سمك في البرطمان تحفة. وسهلة جدا وبسيطة. زي ما انت شايفة كده اطعنا الفلفل وبعد كده اطعطي كمية طميت ميتين. ما تكتريش اكتر من كده. ومعانا معلقة كبيرة توم. ومعانا بصلايا كبيرة برضو اطعطها ترنشاط. ومعلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة كسبرة. ومعلقة صغيرة ملحة. وهنا بقى معانا ربع فنجان كده زيت. ما تكتريش برضو زيت. ولمونة. لمونة كاملة كده حطتها. وكمان معانا معلقة صغيرة خل. بس كده. مش هحط اي حاجة تانية. تمام? هبدأ بقى هقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. خضر كله كده مع بعضه. زي الفل كده يا جماعة هو. سهلة جدا وبسيطة. فيش اي حاجة ولا مكلفة ولا اي حاجة خالص. هقلب كده. طبعا انا عايز استغنى عن الفلفل الحراء استغنى عنه. هجيب بقى البرطمانات. البرطمانات الموجودة عندك في البيت. يعني ما جبتش حاجة مخصوصة. ولا هي حراري ولا اي حاجة. البرطمان بتاع المربة اهو شايفينه? والبرطمان التاني ده ماتروه بتاع عسل نحل. انا كنت جايباه. جبت البرطمان بتاع المربة وسايبها الورقة عليه اهوه اشنا ورهه لكم. تمام? مخصول كويس جدا. طعم متنشف كل حاجة. ده انا بعمل فيه كل مرة والله العزيه. عملتي فيه كشري. وعملتي فيه كمان الفريخ. والنهاردة ان شاء الله هنعم مع بعض السمك. حطيت شوية خضار كده في البرطمان. وبعد كده مسكت السمكية. وراح جاية متبلها بالخضار. وحطي كان في قلبها شوية خضار. وراح جاية لصها في قلب البرطمان. اهو زي ما شايفاهو. هقلبها كده في الخضار. وتبلها من جواها. وحطي كان جواها كمان شوية خضار. وفوقيها شوية خضار. يعني بصي غلي فيها كده بالخضار. تمام كده? وما تيلاقيش من اي حاجة وضار عظيم. اللي بتقعد تسأل تقول لي يعني مش هينفجر مني في الفر ومش هيفرق عمين لما يطلع من الفر ومش هيكسر ومش عالفة ايه ولا اي حاجة. ولا هتحتاج تعملي دربكة مواعين ولا اي حاجة خالص. وفعلا تعمه عامل زي الفخار كده. تعمه طحفة. وانت عامل السمك فيك. اهو. حط شوية خضار كمان على الوش كده. والفلفل الحرق. وكمان في البرطمان التاني برضه حط شوية خضار على الوش والفلفل برضو حرق وخلاص كده. وهنجيب بقى ورق زبن رح جايح حطاه. وفي ايه ورق الاليموني واقفلها كويس جدا كده اكتمها كويس. وبس كده. قدي البرطمانات معنا ههو. زي ما انت شايفاها. حطناش ميا حطناش زيت محطناش اي حاجة خالص. يلا بينا بقى على البتوجاز بقى على الفرن بتاعنا. ونشوفها نسويها ازاي في الفرن. وهقولك على كل التركات وكل الخطوات. عشان ما تغلطيش في اي حاجة وما يحصلش حاجة لك اتضغط لهم. يلا بينا. نشوف كيه نعمل ايه ونمشي مع بعض خطوة خطوة. هنا بقى الفرن بتاعي. انا جيت بقى زبطت درجة الحرارة بتاعتي. على متين. وروحت حتى الصاق في الرف الفوق الشعل على طول. وحطيت البرتمانات. وهقفل عليها واسبها لمدة ربع ساعة. وبعد ربع ساعة جينا نبص عليها هو زي ما انت شايفيها. كده بعد ربع ساعة. بصي ما شاء الله السمك نزل ميا منه فيه. وهيستوي برضو منه فيه. وطبعا مشغلة الشعلة اللي تحت بس. ما كنتش مشغلة خالص الشواية ولا مروحة ولا اي حاجة خاصة من الكلام ده. وبعد نص ساعة روحت جاي بقى مطلع على البرتمانات حطها على طبق بالشكل ده كده. عشان لو كنت جبت البرتمانات وهي سخنة مولعة كده. وحطيتها على الرخامة كان البرتمان هيفرقع. فانما حطيته على الطبق ان شاء الله ايه مفرقعش معي ولا حصل اي حاجة. ان الرخامة بتبقى ساعة. والبرتمان سخن فغلط. فانت حطيها على طبقة كده زي ما انت شايفه. وسبيل غاطل ما يهدى. وبعد كده مسيكيه وبدأي بقى فضيه والكلام ده كله. اه طبعا عشان التصوير فحطوا معاكم كده ايه? والي وهو سخن. تمام? نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونبدأ كده ايه? نحط السمك بتاعنا. زي ما انت شايفا كده. اهو. هجيب كمان البرتمان التاني برضو. وهجايا نفضيها معاكم. طبعا هو سخن جدا البرتمان. انا مسكابل عافية كده بالفوتا. فانت سيبه يهدى تماما. وبعد بقى ما حطيته كده في الطبق. شوية الخضار اللي كانوا فضلوا معي. احتجا مشوحاهم كده في الطاصة. كنت سيبه شويا على جنبي كده. شوحتهم كده في على في الطاصة كده على النار من فوق كده على البتوجاز. تشوحة بس كده خفيفة. وبدأت احطوهم على الوش كده. مع الخضار طبعا اللي كان نازم من السمك. بص بقى بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. واوريك البرتمانات كمان بقى البرتمانات نظيفة ولا حاجة لزقة ولا اي حاجة خورة. زي ما انت شايفين. هو بس محروة. انا هحطه في الحوض بس لما يبرد طبعا. نحطوش هو سخن كده. لا لما يبرد تماما. هروح جاي حطاه في الحوض. وبعد كده بقى ايه? هسيبه كده لمدة ساعتين يا ستي. هتلاقيه ما شاء الله كل حاجة نزلت منه كده من غير وهتمسيك سلكة ولا ليفة ولا الكلام ده كله. وهتلاقيه نضيف معاك بكل سهولة. تمام كده? تمام. بس قلتلك لازم يبرد البرتمان. اوه تحطيه في الحوض هو سخن. ولا حتى تروح حطيها الرخامة هو سخن. جبت بقى سماكاة بقى وقلت بقى ايه? اشارها معاكم كده ونشوفها مع بعض. بصي ما شاء الله عليها. بصي زبدة. جميلة جدا. بصي مسكة نفسيها. والتدبيلة كده السمك شريب التدبيلة. ومستوي كده منه في كده يعني ولا حطينا مي ولا حطينا اي حاجة. وشكله طحفة وكل حاجة في لذيذة. ان شاء الله بجد تجربوها. واتعجبكم جدا جدا سهلة وبسيطة وجميلة وكل حاجة. تنسونيش بقى باللايك بالله عليكم عشان لك بيرفع الفيديو. وبيخلي ناس كتيرة قوي يتفرج على الفيديو بتاعي. واكتبوا لي بقى كومنت حلو كده عشان كومنتات الحلوة بتساعدني وبتفرحني. وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.